الحسد اعتراضٌ على الله ومضادَّةٌ لحكمه في خلقه قال ابن القيم فإن الحسد في الحقيقة نوعٌ من معادات الله فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبَّها الله وأحبَّ زوالها عنه والله يكره ذلك فهو مضادٌ لله في قضائه وقدره ومحبَّته وكراهته ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة لأن ذنبه كان عن كبرٍ وحسد ألا قل لمن ظلَّ لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترضَ لي ما وهب ويقال الحسد أول ذنبٍ عُصِي الله به في السماء وأول ذنبٍ عُصِي الله به في الأرض فأما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فحسد قابيل لهابي والحسد أن يتمنَّ الإنسان أن تزول النعمة عن المحسود سواءً حصلت له أو لم تحصل ولذلك قال معاوية كلُّ الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها والحسد مرضٌ عظيمٌ من أمراض النفس قال ابن ثيمية رحمه الله الحسد مرضٌ من أمراض النفس وهو مرضٌ غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس ولهذا يقال ما خلى جسدٌ من حسد ولكن اللئيم يُبديه والكريم يُخفيه السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله طائفةً منصورةً على الحق لا يذرهم من خالفهم